اشتركوا في القناة تفاصيل وين يتطوروا بهذا الموضوع مع ضيفي عمر أسأل صحافي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا فيك عمر يعني أول شي بالبداية خلينا قبل ما نفوت شو هو التشات جي بي تي عملنا تاست على شو بدو يعطينا التشات جي بي تي قبل هيك دغري هيك هيك دغري اشي السؤال؟ شو السؤال منسأله عن إزاعة صوت لبنان اذا بيعرف إزاعتها اذا بيعرف وشو بيعرف عنا انا برأيي حيعرف هاتنا نبلش هيك من الآخر معه يلا حسنا انا حاسأله هل تعلم عن إزاعة صوت لبنان 100.5 عم تسألوا كتابة او عم تسألوا voice عم بستخدم 3.5 شو سألتو؟ هل تعلم عن إزاعة صوت لبنان 100.5 نعم أنا علي ديرايا إذا بدك ريا نعم أنا علي ديرايا بإذاعة صوت لبنان 100.5 إنها إذاعة لبنانية تغطي منطقة بيروت وضواحيها وتقدم برامج متنوعة بما في ذلك الأخبار والموسيقى والبرامج الحوارية والثقافية والرياضية تأسست الإذاعة في عام 1973 وهي واحدة من أقدم الإذاعات اللبنانية هكذا جيوبك تشات جي بي تي عن إذاعة صوت لبنان 100.5 يعني إذا ترى الديف هيت تشات جي بي تي بتاريخ كل مؤسسة بلبنان هكذا عالوصلة هكذا عم بيقدر ياخدها يلا راحت الصورة هكذا 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 أول دخوله شامعة طوله شامعة طوله شو هو هالتشات جي بي تي يلي شغل العالم كله هالأيام هكذا التشات جي بي تي هو عبارة عن تشات متل واتس أب متل فيسبوك ميسنجر بيمتلك بانك معلومات بكل أنحاء العالم من كل أنحاء العالم ومن كل المجالات يعني بأي مجال تسألي فيه بي يجي وبك علي بالـ 3.5 معلوماته توقف حسب الشركة لسنة 2021 يعني هو بطل يتلقى معلومات يعني 2022 سنة 2022 وأحداث 2022 معنا موجودة بالـ 3.5 موجودة بالـ 4 فشو ما بدك بتسألي وأي معنومة بيعطيك ليها؟ طيب هو تطبيق هو شو؟ براوزر هو في منه اتنين فيك تفتحين من خلال براوزر من خلال التليفون إذا بدك بيعطيك المشاهدين هو chat.openai.com يعني c-h-a-t dot o-p-e-n-a-i dot com بيفتح بيعمل أكاونت مثل ما بيعمل أكاونت على واتساب مثل ما بيعمل أكاونت على فيسبوك بيحط اسمه بحط عائلته بيطلب رقم التليفون بيحط رقم التليفون بيوصل لك أسما أس أنت سلطي بالقلب الـ chat GPT عبارة عن مثل ما شفته هلأ من شوي بتسألي أي سؤال وبتعمله أوكي مثل الواتساب كانت تحكي ما عارفيك عم تسألي أو شي فبتسألي هو بيجاوبك عن أي معلومة بيعطيين المعلومات مكتوبة أو بيحكي معي أوكي بالـ 3.5 اللي هلأ أنا عم بيستخدمه اللي هو بيعطيك تحكي مكتوب بيعطيك إياه مكتوب بالـ 4 عاملينا أنه أنت في بيقرأ صورة يعني أنت بتصوري له صورة بيقدر بيحللها أكتر من هيك بيقدر تصوري له البراد وتقولي له بس بتصوريه البراد مثلا بيشوف هو الزكاة اللي سنعني بقلبه بيشوف الالجوريزم اللي بقلبه ويشوف عندك بيض بالبراد وعندك مايوناز عندك معكرون وعندك إكسكو إكلات بيقولي أنت خرج تعملي بها المكونات طبخة اللي هي هيك وستعملي هالمكونات بيعطيك الطبخة كالي لا رح نازده مفيد بيقدر الـ AI بيقرأ شوف هي عندك أصص بالإخزانة ويعطيك تبخات على أساس شو عندك بالإخزانة يعني نحكي من ناحية المطبخ هو متطور أكتر لا في أصص عمع بكتير ومعقدة أكتر مثلا فيه يقدر الـ developer يقول له أنا بدي ويبسايت أخبار أو بدي ويبسايت بيشبه هيدا الـ website اللي هو مثلا الهندسة بيعطيه كود بينقله copy paste على السيرفر بيصير عنده ويبسايت copy paste مثل هيداك الـ website اللي هو طلبه أم بيحكي على جديد على الفور يعني؟ أنا بيعطي كود للـ developer هلأ رح نحكي كيف عم تطور النسخات من chat GPT بس قبل يعني لما نقول أنه عنده كل هالمعلومات خلينا هيك نبسط الأمور يعني فيه هندسين أو مبرمجين شو عملوا هيدا بروغرام عاتيوه شو شو لأنوه شو دور الزكاء الاصطناعي فيه هيك فصلنا شوي لونه هلأ أحجابك بأسئلة أنا بنسألة أنه شو الفرق بينه بين جوجل ما أنا فينا نروح على جوجل أسأل هل تعلم إذا يعطيني معلومات فرق بينه أنه جوجل بيعطيكي ويبسايتات مثلا بيعطيك هيدا الـ website Wikipedia بيقولك هيدا المعلومة موجودة بيوكيبيديا هيدا المعلومة موجودة بهيدا الـ website هو لا هو خلال عشر سنوات شغل قدر ياخد مئة وثلاثة وعشرين مليار معلومة من كل كتب العالم من كل أبحاث الجامعات من كل أبحاث من نشاط الأخبار من الـ website الموجودة بجوجل جمعها بسيرفر كتير كبير بطريقة الـ AI وبيقدر من هالمعلومات يدكيها طيب عم نحكي 3.5 بالـ 4 بحسب شركة OpenAI عنده مئة تريليون داتا معلومات تحكي أنت من مئة مليار إلى مئة تريليون يعني إذا بتشوف المرشة بيانت عندك على السوشيال ميديا كتبين هيكي مبسطينة أنه 3.CHPT 3.5 نقطة والـ 4 100 ألف نقطة يعني هو 100 ألف مرة داتا بيز أكبر ومتطورة أكتر يعني عمر ما بيعطيني مراجع يعني مراجع هو المراجع الواحد هو المراجع نحنا منشوف بجوجل بيكون في كتير مراجع وبيكون في نفس المعلومات بس بتختلف المعلومات حتى بسنين بتختلف أنت كيوزر أسألتي عن إساعة صوت لبنان قلت له لأ ديسلايك يعطيكي واحدة تكتب الصحة وحيله المعلومة فبصحيله المعلومة بيرجع هالمعلومة بيأخذها منك الـ AI و بيروح بدقة برجع بالسجل لاب بيتأكدوا منها بيرجع بالصحة حشان هيك اسمه AI هو بصحح يعني هو عبارة عن مصحة ذاته بيروح وبيتأكد من كل المعلومة بيصلحوله إياها العالم طيب لكن ليس مثل ويكيبيديا ويكيبيديا فيك تصلحة وممكن إذا شفت أنت رؤسة بيغيرون لهم صفاتهم وبيغيرون لهم وبيأخذها ويكيبيديا ويكيبيديا إذا أغنوا بتشاتشي بيتي عن تشاتشي بيتي عبكري ويكيبيديا غبي إذا بدك هاي لا تشاتشي بيتي لو صلحتي له واللي صلحتي له غلط ما بيأخذوا بيروح ويتأكد من المراجع والكتب والسجلات وبيرجع بيشوف إذا المعلومة أعطت إياها صحة أو غير طبع هاي دي النقطة بس كمانا استضاحة صغير إذا بيصلح وبيروح بيتأكد وبيصلح يعني أنا إذا هلأ كتبت سألت مرتين عن إذاعة صوت لبنان أو أول شي حدت له وصححت له معلومة ورجعت بعد شوي طلبت منه مش بعد شوي لا بتاخد وقت بتاخد وقت لا يرجع يعمل أبدايت السيستم وبتاخد وقت لا يرجع يروح يتأكد يمكن شركة أوبن أي آي يرجع شخص يتأكد مش هو يعني يتأكد ويدقل صوت لبنان مثلا أو يروح على سجلات بالدولة أو إذا فيه قصص مثبتة إنه هاي دي صوت لبنان تأسست 75 بيرجع بيستحسن حاله وبيعطيك بعد جمعة جمعتين بس ما بدأ أي يعني ما بدأني إنه ضغري الأمور بتصير لا طبيعية الحالة عم بستير ضغري لا بتصير ما فيه مصدقية هم طيب لما رحنا على تشات جي بي تي 3.5 قلت إنه هلا مش من زمان نزلت الفور النسخة هار ثلاثة الفور متطورة أكتر بكتير تقرأ صور شح اختلافة اللي بفاجئ بالموضوع بين تشات جي بي تي والفور مثل تشات جي بي تي كان بالابتداء وخلال أربعة شهر هو 3.5 طلع من أربعة شهر بعد أربعة شهر طلعوا الفور طلع من إذا بدي بسطة من صف الابتداء إلى صف المتوسط خلال أربعة شهر نجعي المعقول يصير هلا بالضبوط هيدا السؤال فأنت تخيل خلال أربعة شهر شخص كان بالابتداء صار بالمتوسط طب من هون لراس السنة شو حيعمل؟ طيب بس هون ليش هالقدة تقدم بسرعة؟ لأن كتروا الداتابيز كبروا الداتابيز فوثوا المالتيميديا بقلبه لأن هذا كان بسطة تكتبيلوا بجاوبك تكتبيلوا بجاوبك تكتبيلوا بتسألي بجاوبك الحلوة بتشتشي بيتي إنه بتدالك عن تساري انتويين يعني بتقريلوا مثلا فيك تعطيني أم بحكي أكسامبل عشان إحنا عزائل صوت لبنان فيك تعرف عنا بقليك بعرف عنا فيك تعطيني معلومات زيادة بيعطيكي طب بروح بفتش بيعطيك تكتبيلوا بجاوبك جوابك مش مؤنع طب شو رأيك بهذه الجواب شي ما طبيعي يعني أنا كل يوم عالي شات جي بيتي ساعة و ساعتين و ثلاثة بكل المجالات بعمل له تاست شي خير بس هو دي مين بيروح لعند عمر لشات جي بيتي هو أي مجالات أي مجال بيقدر حتى تلميذ ما قيمت لأيام الموضوع على الحصار تحطت للميذ الجامعات الأبحاث بيعطيك أبحاث كاملة هؤل الأبحاث تعطينا مثلا يعني مثلا بأمريكا في أحد الجامعات جاهها بحث هذا بحث ما ممكن شخص الميذ يعمله بس ما قدروا عم نحكي قبل ما تنفضح هذا من شات جي بيتي فبعض الجامعات تكتشفوا أنه هاي دي شات جي بيتي صاروا الامتحانات يعملوه على الورا والألم بطلوا على الكمبيوتر وبطلوا على التابلت صاروا ياخدوا التليفونات من التلميذ أكتر من هيك المهندسين ببعض الجامعات عملو تولز لحتى يكشفوا إذا هيدا الامتحان أو هيدا البحث عاملينه شات جي بيتي أو تلميذ عاملو يعني صار هيدا بس شخص يقدم بحث أو تلميذ أو يقدم امتحان بروح هيدا التولز يعني تكشف هيدا التولز إذا ما أخوض من تشات جي بيتي أو مثل ما أنا كان عندي بالجامعة لما نقدم نحنا أولاين أي أجزام أو أي شيء فيه ألغوريزم بالويبسايت بيقليك أنه هيدا الأجزام مأخوض من جوجل من هيدا الويبسايت بيقدر يكشف بيكشف إذا ما أخوض من تشات جي بيتي أو ما أخوض طيب إذا بدنا نعطي مثل طالب بالجامعة عنده بحث عن شو أعطينا مثل خلينا نحكي مثلا عنده بحث عن الأبنية أو أو الأبنية خلينا هون بالزلزل الزلزل الزلزل بالقاية إنه شو بدنا بقلب الأبنية تصير مضادة للزلزل وأصير آمنة وشو المواد بتستخدمها وكذا هيدا بياخد ريسورج وبياخد مجهود أيام وأشهر أنت بس بتسأل تشالجي بتي هل فيك تعطيني معلومات شو المواد اللي بتنحط للبنيات لحتى تصير مضادة للزلزل بيعطيكي بحث أعطيني زيادة معنواتي بيعطيكي أعطيني تاريخ الزلزل بيعطيكي أعطيني اليابان شو عم تعمل لتحمي حالة من الزلزل بيعطيك أصير عندك بحث خالص طيب بس إذا أنا بحكيكي على 3.5 إذا بيقول لك هلأ عالفور الشي ما طبيعي يعني بيعطيك أفلام سينما بيقول إيه بدي فيلم سينما بيحكي عن حبيب وحبيبة خانة حبيبة وما بعرف شو صار وانتأمت منه بس تقول له هات بيروح بيعملك فيلم هو بيعمل لي الفيلم وبيعمل لي السكريبت بيعمل لي السكريبت بيعمل لي السكريبت أو أي شيء بيعطيك إيه وبيحط له موسيقى بحط له سبتايتل وإذا بدك بينشركي على اليوتيوب وأخطر من هك كله كوبيرايتد يعني بيعطيك إيه ما بيعطي له غيرك طيب هلأ صار في عندي سؤالين أول شيء بمضوع الأبحاث إذا أنا وياك بنفس الصف وأنا اثنينتنا عم نستعمل تشات الجي بي تي واثنينتنا عم نفس الموضوع اللي هو الزلزيل صح إذا أنا رح اسأله نفس السؤال لإنت oder رح تسأله يعني اثنينا هذ insights ما بحطينا نفس المعلومات إذا أسألتي بنفس السؤال وطلبت التاريخ بنفس التاريخ يعني إذا طلبت التاريخ زلزيل باليبان وأنت طلبت التاريخ لccções يعني تعطيك نفس المعلومات طبعا ياتل حال يبدو responsibility بس ما هو تلميذ كيف هو التلميذ لم يأخدوا كله من نفس البحث يعني أنا أنا أسن عم بعمل عن الغني و الزلازل التلميذ الجروب الثاني يكون عم يعمل عن التاريخ الأبنية الجروب الثالث يكون عم يعمل عن مبارس يعني مش ممكن يكون فيه تشابه بالمعلومات ايه بهو شو؟ ايه بهو شو؟ انا برأيي انه تشاة جي بيتي مش لحتى يحل محل التلميذ هلا هني عم بسخنوه بشكل خاطئ لهو يعطي معلومات دقيقة يقدر ياخد هالمعلومات ويكتبها بطريقته ايه هني لأ هني عم بيجيبه الناص مثل ما هو انه غيرهم بعد بالجيل يعني هذيك السنة ما محد استخدم شاة جي بيتي هلا سنت الجاي هيعملوا هيك بس انت عم تاخدى عن تستخدمت الشيئة اول مرة انا اختي تشغل بأحد الجمعيات قاد عم علمها هذيك الأسبوع على شاة جي بيتي بلا قلت لي شو شاة جي بيتي عم علمها فقالت لي انا عم بارة حملت ريبورت عن السجون ومسجون وهيك وهي بتحط الميشن والفجن والساتي تشي وكذا اخذ مياه اربع ساعات حاسأل تشاة جي بيتي اذا بيعمل لريبورت بخمسة وعشرين ثاني كان مجاوبة نفس الأربع ساعات اللي أخذت معها ريسورشيه بي دقة بمعلومات دقيقة بجندت فهي انا برأيي لي لازم ترجع لك لا هي انا برأيي انه تشاة جي بيتي مش هيوصل لمطرح يحل محل الانسان طيب وليش هلأ كل العنوين هل بعض الوظائف رح يحل محل تشارجي فيك؟ بطبيعة الحال بطبيعة الحال التكنولوجيا بشكل عام حتحل محل يعني حلت محل بعض الوظائف اللي هي ما فيها كرييتف يعني إبداع أنا مثلا عم بحكي أنا وياكي ما فيه والله يجيبه روبوت حاوره إلا أسعب تحكي بعد مئة سنة بس ما فيه لأنا أنت أنا وعم بحكيك بيكون عم بيخطر براسك سؤال ومبارجرون اللي عندي بس خلال سنتين أي موظف بأي دومين ما عنده سكيل بتشارجي بيتي هو برات السوق تبهي مش هيحل محل الموظف بس أي موظف ببيستخدم التشارجي بيتي هو بدي يطلع عليه حاطيك اكسامبر إذا أنا مدير مدير شركة وجبت فيديو ادتر عنده اتنين فيديو ادتر الشخص بيستخدم التشارجي بيتي وبيخليه ساعده بالفيديو بالمونتاج وهالأقصص وشخص تاني راضي قال لي وبيلي أنا ما بدي استخدم التشارجي بيتي إجا هيدا الموظف اللي بيستخدم التشارجي بيتي عطيني أربع فيديوات بساعة وإذا هيدا الشخص اللي ما بيستخدم التشارجي بيتي بدي يعمل كل شي بإيده وما بده حدا يساعده أعطيني فيديو بأربع ساعات بطبيعة الحال حتشره لأن أنا بدي حدا يمشي لي شغلي بنفس الشي بكل المجالات فلازم كل حدا يسمعني يكون عنده ضمن السي في بسكيلز بيستخدم التشارجي بيتي بشكل جيد نقطة انتهى بده يكتبها بالسي في ما في مجال هو ما هياخد محلك بس أنت ما فيك تكون راديكالي ضد هالتكنولوجيا هالثورة اللي عم بصير بدك تتابعه متل ما المواقع التواصل اجتمائي ما أخدت محل جوجل بس ما بقى في حدا ما يعرف بالمواقع التواصل الاجتمائي نفس الشي تشاكل عمر يعني كتير لأمان لو بلشنا بثورة وفورة الذكاء الاصطناعي اللي هي مستمرة دائما يعني مثلا بالسيارات الذاتية القيادة بالكاميرات المراهبة بده تاخد محل الوظائف كتير وشفنا أنه لا فيه غلط صار فيه عمله حوادث مصبوط هون لا ممكن ممكن لتطور ذكاء الاصطناعي تفينينا نقول فيك تحدد اليوم أنت كخمير بألمك شو الوظائف اللي ممكن يأخذ سكرتيرا ما بقى لطامن لأن هلأ صار في جوجل أسستنت تحكيها بليز بوكرا عندي موعد على الساعة نار زكريني مع هيدا هيدا و بليز دقي له أكدالي على التليفون جوجل أسستنت جوجل أسستنت هي عبارة عن هيك طابة بتحطيها يو اس بي أو بتشكيها بالكهرباء وبتحطيها بجوجل بتاعك تحكي معه وتحكي معك أنا عندي وحدة بالبيت بليز بوكرا عندي ميتنج ع 12 ما صوت لبنان ذكريني على 11 و بليز دقي له صوت لبنان أكديرون بتعمل كل شي بليز أنا لما أظهر من البيت بطفي كل الأضوية بطفيهم بكون انتي سمارت بايتك بليز المايكرويف كو عندي كي سمارت بليز ساعة انتان أنا بكتانتان وماس جاي على البيت بسخن الأكل بالمايكرويف كل هولي حتى الطبيب السنان حتى إكس حتى إجراءك ما بقى بحاجة للسكرتيرا هلا بعتقدنيش بليبنان لأنه لا كهرباء ولا سمار بس أنا عم بحكي ببيب العالمية شو ممكن يتأثر أوكي غير هلوك هيتأثروا لأن هلا كل السيارات بأمريكا وبأوروبا وبكرا بيشوا على العالم العربي للتوضح لخريطة هيصيروا بيمشوا ذاتي التلقيت بس ما صار في حوادث صار في حوادث بس بالنسبة لحوادث البشر هي أقلب كتير أه أقل أنت فهمت علي يعني ما في حدا ما يكون هلا أوكي فيني عاش إنه فيني عاش هلا إني عاشي كبير لا لا ما معرفة زمانة وقت لأن سألوا شركة مرسيدس إنه أنا بدي أسأل سؤال إذا درايفر إذا أنت عندس عليك يال السؤال إذا أنت ماشي بسيارتك أوكي بس أنت محكومة بحادث ما فيك يعني بدل بفرام أنت انحكمتين تلعى بوشك فجأة عندك حدا من عائلتك أوكي وهذا سألوا لمرسيدس عندك حدا من عائلتك تلعى بوشك وإذا بدك تلف في يمين بدك تقتلي أو تخبصي شخصين ما بتعرفيهم غربة شو بتختار؟ بدك تعملي حادث شو بتختاري يا بتخبصي حدا من عائلتك يا بتلف بتخبصي غريب يعني ما عندك حال تاني راح لفرام معك بالسيارة بوشك حدا من عائلتك بتروح على اليمين لك تخبصي غريب بطبيعة الحال ستخبصي غريب نحنا بشعة هدل بطبيعة الحال لا تخبصي حدا من عائلتك ابنك أو أختك أو أمك شو ما كان ستلف في وتخبصي غريب طيب السيارة زيتية الكياد شو بتعملي طيب إذا طلع بوشها هي وماشية ثلاث أطفال ومضطر يعني صارت إشكال بالسيارة ثلاث أطفال بس إذا لفت يمين في طفل واحد بتخبص الطفل أو بتخبص ثلاث أطفال طفل بالضبط هولي كلها أسئلة سألوني لمرسيدس سألوني لشركة فولفو لشركة غولف أشخاء يعني المهندسين وهالأصص شو بتعملوا هايك حالات يعني شو مبرمجين السيارة بهاك حالات ما عرفوا يجاوبوا بس إذا بتقارني من 2020 نسبة الحوادث السيارات اللي عملتها البشر ونسبة حوادث السيارات اللي عملتها سيارات كيدي ذاتية كيدي فرق شاسع عم تحكي بـ 0.25% مقابل 1200% البشر فطبيعة الحال مهنة الدرايفر حتخف مع الوقت في كتير فيلي بيشتغلوا بالصحافي يعني كمان إمتل إيامي بلشت ببعض بالصين ببعض بفرنسا بأوروبا بإنجلترا رؤساء التحرير يصيروا روبوت يعني رئيس التحرير بيكون روبوت هو بيختار الموظف ويعطيه الموضوع حتى يتجنبوا الوصايت إنه هيدا بيحب هالموظف بيعطيه موضوع أقل أو موضوع أكتر هيدا بيكره فروبوت هو بيختار إنه فيه أربع عشفت عندي أربع مواضيع تا 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 كل واحد بيعطيه موضوع أوكي بلش الروبوت وبالكتابي كمان ما هيختار بس أنت بتسيري يسهدك بالمعلومات التشاتشي بيتي يعني بدل ما تروح تفتشي أربع خمس ساعات عجوجل إذا عم تعملي بس في نفس لا لا ما عم قلك ما في ما في التشاتشي بيتي ياخد محلك بس أنت المقالة اللي بياخد معك سبع ساعات عشان عم تعمل ريسرش تقري كتب وهو 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 بسؤالين بيتي يعني بيسهل بس ما رح يحل محل لا لا بس مضطرة تستخدمين لأن انت لما تتحكي معك رئيس التحرير تقول له أنا بدي ست ساعات بالمقال وزا هو شايف أنه تشاتشي بيتي عم يتيكي كتير معلومات ما بي حاجة يتعملي هالأد ريسرش بيليك لأ المقالك بده ساعة بس ما وزيره متشابهين لا لأنك تحتى نفسك فيه يعني انت بهالمعلومات انت لما تقري مقال من جوجل أو مقال صحيفي تاني فيه بقلبه معلومات انت بتهمك بمقالك انت حتطيها بطريقتك أو حتدق إلى الشخص فهي ذاتها بس ده المقرمية مقال لجيب عشر معلومات بسؤال واحد يبعطينا عشر معلومات بسانيتان طيب هون عم نحكي عن الاستفادة يعني كيف فينا مجالات نستفيد بس شو هي سلبياته هون غير انه رح يحل سلبيات ملا فيه سلبيات وفيه إجابات لا يجب أن يجاوب عليها متى؟ إجابات هو أن الشرك تظهروا في بيان انه 80% من الإجابات لا يجب أن يجاوب عليها تشات جي بيتي 3.5 لا يجاوب عليها تشات جي بيتي 4 مثلا فيه أحد الأشخاص بي يا الصين يا اليابان سأل تشات جي بيتي هل يمكن أن يعطينا افكار لإكتحان منازل؟ أعطيه لا يجب أن يعطيه انت سبب جرائم انت تعطيه افكار لحرامة كيف يسق شرك أو كيف يفوت على البيت من دوم أهل البيت يحصوا فيه يعني من دوم الساكنين بقلب البيت يحصوا فيه ما فيك تجاوب على هيك سؤال تف فينا نسأله لتشاتش بيت بطل بطل عم يشاوب مصبطوها لا لا غير اي شو بديك كيف فينا نسترد مصرياتنا من المصارف ومن الدولة شو بيجاوبنا ما بعتقد ما بعتقد يجاوبنا ما رح يعطينا الحال كيف نسترد نسترد أموالنا من المصارف بتحط لبناء ايه المصارف اللبنانية اي شو بيعطي شو بيعطي للأسف البضل اقتصادي في لبناء متأزم ويعانى من أزمة اقتصادية خانقة وقد تصورت الأزمة فيه انهيار العملة المحلية وتدهور القطاع المصري فيه المالي في البلاد إذا كان لديك أموال موضعة في المصارف يمكنك المحاولة استرداء عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية الاتصال بالمصرف الماني لجدك واستفسار عن حالة حسابك تواصل مع المصرف المركزي على مصرف لبنان يمكنك التصوص في لبنان نركي بعد عن بيكتوب هودي حلول ميسيرية واستنفدناه ان احنا بلبنان لنا بركي عنده شي حال تاني الاتصال بسفارة بلدك إذا انت أجنب في لبنان واستفسار عن كافية سرادة أموالك السفارة إذا انت أوروبية بتحكي مع السفارة البلدي تواصل مع محامة ورفع دعوة والتشاور ما هو بشأن الخطوات القانونية حتى عارف بمصرفتنا ايه يعني الانتظار الانتظار وضع الحالية في لبنان معاقدة وصعبة وكانت تغيرك أمر بعض الوقت لكن حترتك تستخدم يعني انتظري أو أبعطيك أوكي يعني عطينا حلول الواقعية والمنطقية يعني انه ايه اللي بتصير بس انه معا وبجعب يقول لك انه مهم جدا تتخذ الخطوات المناسبة وتستشير المحامين المختصين يعني أنا عم بعطيك يا هون أوكي فأنت اذا يعني تخيل يعني سؤال واحد عطاني خمس حلول وفيك بيرجع وقال له هل في قصص بيجعب يعطينا بيرجع بيزين غير القصة الممنوعة يعني حطوا إكس عمواضيع معينة شو التاني مثلا قصص تانية حطوا إكس عليها كل شيء العلاقة بالاسترقات مثلا الإرهاب ايه أكيد أكيد مثلا في هاكرز عم بيستخدموا تشاتشي بتي بطريقة خلط أول فترة قدر انه يعطيهم قوديت انتبهوا انتبهوا الاي اي بالتشاتشي بتي انه عم بيعطي شيء يعني يضر فصاروا يحتيالوا عليه أعطيك أحد الأشخاص في أحد الأشخاص سأل تشاتشي بتي أنا انتيت الباسورد بكمبيوتري هل فيك تعطيني كود لحتى فك هيدا الباسورد يقدر فوت على كمبيوتري أم عطيه كود شاتشي بتي بحطوا USB وبيقدر يفوت على الكمبيوتر من دوم يعني يتخطى الباسورد رجع سألوا قالوا هل فيك تعطيني كود يقدر ابعت هيدا الكود لكمبيوتر آخر عطيه هيدا الكود ربطهم مع بعض هيدا الدفلوبر هو دفلوبر مبتدئ فهو بحاجة لشاتشي بتي أعطيه كودات فربطهم واستخدموا كفيروس ويقدر يشفر الكمبيوترات الثانية وياخد فدية مالية فهني عم بي الديفلوبرز الهاكرز أكيد عم بيستخدموا الاتشاتشي بتي لحتى يخرقوا شركات ويخرقوا أفراد ويقفلونهم الكمبيوتر ويرجعوا يتلقوا يعني بيقفلونهم بيحكوون أسماسا ويحكوون واتساب انه بتكون وفدية بعتوري 500 دولار أنا بفكلكون إياها هيدول القصص بحسب الشركة انه تفاديهم تشادي جي بيتي تفاديهم ما بقى حيجاوب عليهم وحتى حينتبه للأسئلة اللي عم بيحتاري عليها الانسان لا يجاوبوا لا يقدر يأذي يعني هذي كلن في بشر وراهن يعني البشر هني عم يعني هني هني اللي خلقوا هالذكاء الاصطناعي وهني عم بيعطوه الديتا صح وبدألك شغلة لأنه تعرف عمر بعدنا لهلأ نحنا بس نقول AI أو ذكاء اصطناعي دغنه بس عالة الروبط مظبوط مظبوط بعدنا لأني عندي قاعدة أنا كثير متحيزة التكنولوجيا أنا عندي قاعدة أنت فيك سوق السيارة وتنزل الشاب العالم تأتي لكش 40-50 واحد كل واحد يتلعب وشك يخبسي تأتي يعني تعملي مجزرة بسيارة واحدة صح وفيك سوق سيارة تروح على شغلك وتروح على بيتك وتسهلك حياتك نفس الشي التكنولوجيا فيك تستخدم التكنولوجيا لأسس شريرة لمتنهي وفيك تستخدم التكنولوجيا بطريقة تهولك حياتك وبطريقة كتير بتفيدك وبتفيد أولادك وبتفيد عائلتك وبتخفف وقت عليك فهو الشخص شو الباركراوند تيت وشو خلفيته الإجرامية يعني هو أداة أنت كيف تستعمل للخير أو للشرار هذا أرار أنت بييدك أنا طالع كثير عتب يدي بتلعب وشي أشخاص كثير راديكالية من ناحية أنه لا التكنولوجيا دمرت الأشيار التكنولوجيا ما وارف شوتك والتيك توك يا حبيبي لا ما في حال لغمه أنت كيف تستخدمها أنت لأي غاية بتستخدمها بتستخدمها بالخير تطلع لك بالخير تستخدمها بالشر تطلع لك بالشر طبيعة الحال التشات جي بي تي فور إلنا متطور أكتر لأين ممكن يروح يعني غير سينما غير حين عمل أحد الأشخاص كتاب كامل من 200 ورقة عن شي بحث يعني ما حطوا بالمعلومة بالضبط بس هني لما طلعوا بالفور الـ OpenAI جابوا 50 خبير من كل المجالات وهني هؤل 50 خبير تصربوا القصص عمل كتاب كامل مع المجلد مع الديزاينر مع 200 صفحة بيوم واحد وانباع الكتاب على أمازون هيدا تهي تي بي تي فور عمل فيلم سينما عم بيساعد بالمونتاج بيقدر يقرأ صورة تقدر تعطيه صورتين ويعدل على هون وعطيني صورة أورجينال بتقدر تكتبيله إنه بد هيدا الناس بتقدر تكتبيله بالعربي وتقليله بدي جواب بالفرنسي بتقدر تكتبيله بالفرنسي وتقليله بدي جواب بالإنجلش بتقدر تكتبيله بالإنجلش وتقليله بدي جواب بالتركي بأيالوها بيعطيكيها بعكس هيدا هيدا إذا تسألتيه بالعربي ودي جاوبك بالعربي بالفور تسألتيه بالعربي يجاوبك بالإنجلش إنتي كيف بدك بتقليله بأيالو بتقدر بتقدر تستخديه بكل المجالات وانصار chat GPT الفور لكن مشكلة chat GPT الفور انه منه فري باي 20 دولار بالشهر 20 دولار بالشهر بتدفع وبتخذ chat GPT طيب هلأ كمان عصا عيد الشركات ايمي الاقيمة بموضوع بالمنافسة يعني بين الشركات اليوم حدا قدر من هالشركات يقدر يطور شي بيشبه chat GPT اوكي مجرد ما طلع chat GPT وعمل هيدا اللي قامت ايمتهم مظبوط هني مارسو جوربيرغ وشركة كوكل مارسو جوربيرغ استدعى الفرق الهندسي اللي إله علاقة بالذكاية الاصطناعية وقال لهم ما كن مدي زمنية عصيري شهر او شهرين اذا ما بتعملوا أبليكيشن او ويبسايت او تولز بقلب فيسبوك او بقلب متا بتشبه chat GPT لا اعتقد هدا الدبارتمنت اوه الوعات بناخل اوه طرح في تهديد ابدلا ممنوع لأن هت أنت بخير مرتفع تلس Wang وفيسبوك هت أنت بخير يعني نحن و себя شركة właściwie شركة مرتفع تخاف المسؤول الزكاية الاستناعية اللي بتع الفيسبوك الـ A.I. فيسبوك اسمه Lama طبعا جوجل اسمه Lambda شكت جوجل اجتماعي بحثت من كل البلد باجتماع الطارق وطردت رئيس اسم الـ A.I. الاصطناعي بجوجل وطلبت انه يعمل بسرعة قياسية طولز بتشبه الـ Chachipt بنظري اكتر شي بخوفة Chachipt اليوم اللي هي شكت A.I. هي جوجل لان الـ Database الموجود عن جوجل ما ممكن Chachipt لو هلأ بعد مليار سنة يكون عندي اكبر دايتها موجودة عندي فاذا ادرت جوجل تفوت الـ A.I. بالـ Search Engine تاعتقد حيكون عندها مشكل كبير بـ Chachipt. طيب وهلأ هوا دي كله رح يصيرو بـ Chachipt. خلال الأيام قليلة. عم تحكي انت عن ديبارتمنت شغلين 24 أورز بميات المحنسين لحتى يوقفوا بوش Chachipt. شي خوات. وين ممكن نوصل على ما في حدا بيقدر يعني يستشرف المستقبل بس انه لوين ممكن نوصل من خلال خبرتك بهالمجال بموضوع الذكاء الاصطناعي. انا برأيي الذكاء الاصطناعي حيهون كتير بكل المجالات على البشر. حياخد بطبيعة الحال من الأشخاص أو من المواصفين اللي ما بفوتو كرييتف على على ما بيعملهم ادد فاليو بشغلهم يعني اللي سوري يعني اللي بيقعد بشغله بيعمل قصص فيه يعني مكتبية بيضلوا روتين بيعمل قصص في استخدمها في استعملها اي روبوت غبي او كذا هيقعد بالبيت. القصص اللي فيها الذكاء وفيها كرييتف مجبورة لتستخدم الزكاء الاصطناعي اللي هو صار بحياتنا يعني هو الرادي صار بحياتنا الذكاء الاصطناعي بتلفوناتنا في زكاء الاصطناعي بكل شي بحياتنا حيكتر اكتر حينعمل فيه امفستمنت اكتر. هلا اذا قدروا الشركات يفوتوا الذكاء الاصطناعي بالمتافيرس هون صرت بمرحلة تانية شو هي المرحلة ما صار فيها؟ بتكتير تعيشي حياتين مش حيات وحدة. يعني حيات بالمتافيرس وحيات هون عرض الواقع هون صرت بمرحلة تانية كليا شو هي خطرة يعني؟ لا مش خطرة يعني انت وقعدة ببيتك بتطلع بتحط الـ VR بتروح على شركة النيسان باليابان بتجربة سيارة 2023 وبتجربية انت وقعدة ببيتك بتشتريها بتدفعي مصاري وبيكون هو موظف كمان حاطة VR وعم بيحكي معك وبتجربة سيارة او كل شي وبتوصل عندك عقل ببيتك طب هيدا شي منيح بس في قصة شو؟ ماناك شايف وشايف؟ مبالا مبالا ما اتعرض احدى الامريكيات للتحرش بقل بالمتافيرس بيتعرضت للتحرش وبتقلك الاحساس اللي حسيته بالمتافيرس لشخصين عام بيتحرشوا فيي من اسوأ المشاعر اللي اجتني تيلت حياتي وراحت عم تحكيم نفسي بس المتافيرس بعضه جديد بعضه بيتطور الامر ايه لان لان هلأ صار بدباي عملت شرطة بالمتافيرس وامريكا عملت شرطة بالمتافيرس فيه شخص اي حدد سرق له كذا هدي هاي حلقة واحدة ايه لازم ايه حلقة واحدة ايه ايه خليه لو وقته عمار فاذا ربطوا الذكاء الاصطناعي بالمتافيرس خلاص خلاص يعني انت ساعتا بتختار بدك تعيشي مثلك مثلي مثلي على الحياة ولا بدك تعيش بالفيرشوال وورد يعني الذكاء الاصطناعي مانو اصطناعي الذكاء الانسان هايدا عم بيوظفه اذا ادروا وهلأ الانفستمت اللي عم بيصير هيك اذا ادروا صار زكاء حقيقي يعني اذا ادروا ربطوا هول انت بتختاري انا زاجتنا الحياة لا بتقيت له عيش فوق خلاص تعيشي كل حياتك بالمتافيرس كل حياتك يعني بتقوم الصباح بتتروقي تحط العوينات بس بتقوم بتتغدي ويمكن يعملوا شيء مصرق خليه 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 حلقة خليه حلقة هايدي عالم عالم تاني عالم تاني بركي هيك منبقى ناكي يعني هيك نمرق صور هالامور بس كمان الذكاء الاصطناعي يعني متل ما قلنا سيف ذو حدين كمان منشوفه اليوم اذا بالدرون هلأ بالحروب 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 او انا شفت فيديو شخص بيعمل روبوتات بامريكا هلأ بامريكا عم كتير عم بيشتغلوا عقصة الروبوت لان بيقولك بالحروب نستخدم روبوت حتى هلأ بالزلازل اللي صارت بتركية عم بيبتكروا روبوت حي بيقدر ينزل بين الانقاض لحتى يشوف اذا في نبض ويصور وكل ها التفاصيل احسا ما ينزل الانسان ويوقع عليه بناه كذا سهول كتير بيسهلوا الانسان حتى بالحروب انه بدل ما انا نزل خمسة وعشرين الف جندي على الحروب لا نزل خمسة وعشرين الف روبوت وين المشكل؟ هيدا الامريكا اللي عم بتجرب هيدا الروبوت اللي بيقوص والدقة تعته مئة بالمئة يعني اذا اذا قدر برمج ويشوف الانسان دقة تعته مئة بالمئة هم ضربوا للروبوت هو ضربوا يعني كان عم بيقولوا اف و اف او شي او عم بيمارنوا على حركات كتالية دربوا ام قوصوا بإجراء الروبوت او عارفتي يعني ممكن الروبوت بمطارح من المطارح تفقد السيطرة عليه ايه يتمرد هو عم بيعلم عن حركات كتالية ام ترقوا خسرتو ام وقع وقام سري اوصل للي عملو ام بيعلم كير خطرة من هذه القصص بالزكال الصناعي خاصة العلاق بالكتالية والدرون والكاميرات المراقبة يعني انا سوريا بالبيت عندي بس لما انا حاطت كاميرات مراقبة على المدخل واهل قصص جايبهم من امريكا انا اي شخص بيجي لعندي كون انا يكمني بالبيت او قاعد جوا اوتوماتيك بياخد له صورة بروح على جوجل وعلى فيسبوك وهذا بفتش على الصورة بيعطي لي سكرينشوت بصورته مع اسمه اذا هو موجود على فيسبوك بيعطيك المعلومات عنها الشخص بس اسمه اسمه اذا غريب انا بتقول له مثلا هو اول ما تحط الكاميرا بيقولك ان فيك تعطيني صور او يجوا افراد البيت مع درايفر مع النطور كل يجوا عندك كل يوم اوكي بس عطيني اياهم حطهم يعني فاميلي هون معروفين ايه اعمل ليهم بالويتلس هون ما بقي ياخد يعطي فيهم بينما اي غريبة بيجي لعنديك بما يدق الباب بيكون هو عطيني سكرينشوت انو في هيدا الشخص اسمه هيك على فيسبوك او على جوجل او على تويتر عم بيدق بيتك هيدا زكاء استناعي اوكي بس وهي بكل حياتنا صار في زكاء موجود موجود ما بقى فينا نوقف بمرحلة معينة نقول ما بدنا كيف نحنا بنستعمله للخير ليسعدنا لنستفيد منه كنا بهي هلأ شوفي خطة عالمية لزكاء الاستناعي لا شر اذا فينا نقول ما حدا بيعرف بالضبط او ممكن نعارف ما بعارف بالضبط فعلا يعني موضوع كتير حلو اكيد المستمعين والمشاهدين اليوم هيك انبسطوا بهالحلقة عمر الى لقاء اخر بنحكي فيه عن متافيرس اكيد بدي اشكرك عمر اصلا الصحافي هالحلقة هيك دسمي ايه وخبير بوسائل التواصل الاجتماعي اهلا وسهلا فيك دايما بصوت لبنان بشكر كمان كل الاصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بانترفيو اشتركوا في القناة